احنا في فترة الانتقالات الشتوية هل جيرونا بهذه التشكيلة الرائعة مستكفي بهؤلاء اللعبين ولا ممكن يبقى فيه تدعمات خلال هذه الفترة لسه قدامنا 15 يوم هنحاول نحسن هنحاول نحسن وندعم صفوف الفريق عندنا لعيبة كويسين جدا بس احنا برضو بننتظر تدعمات هنحاول نلاقي او بنشوف لعيبة احسن يدعموا الفريق في الفترة المقبل في الوقت الحالي تقام بطولة كأس الامم الافريقية ماذا تأثير هذه البطولة على اللعبين المتواجدين في الدوري الاسباني على الفرق اللي موجودة في الدوري الاسباني بسبب غيابهم عن الفرق دي شايف تأثير ده قد دي في اندية متأثرة اكتر من التانية فريق زي البلباو عندهم لعيبة في افريقيا ومتأثرين بس هل جلونة يتابع لعبين في كأس الامم الافريقية البطولة على مقاومة حالياً؟ نعم نعم نحن نتابع البطولة بشكل جيد ونرى ممكن نضيف مين وعندنا كمان جروب اللي احنا شغالين معاه بيرقبه معنا علشان نقدر نعمل التدامات اللازمة اللعبين المصرين اصبحوا متواجدين بكسرة في الدوريات الاوروبية المختلفة لكنهم يغيبون عن الدولي الاسباني تحديدا هل جلونا ممكن او في خططه انه ينظر الى السوق المصري سوق اللاعبين في مصر مستوى مستوى اللاعب المصريين عالي فعلا وعندهم مهارة عالية ما عندناش فعلا لعيب مصريين كتير للاسف بس احنا لما بنتفرج على البطولة زي البطولة بتاع دلوقتي او بنتفرج على المنتخب يلعبوا بطريقة مميزة زي محمد صلاح احسن لعب في العالم مستوى اللاعب المصريين موجود العابين زي محمد صلاح والعابين اخرين بيقول انه هم عندهم مهارة كبيرة واداء عالي هم يتطلعون هم يشوف و يضموا